وذلك وصل وريج البراط إلى مرحلة أنه لابد من تنظيم الخلاف مع حزب الله وبتقدير أن هذه المسألة ستخطى هذه المرة تنظيم الخلاف إلى طرح الاستحقاق الرئاسي وملفات أخرى مع معلومات أيضا بأن لقاء سبق وحصل مع الحج وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط بحزب الله ومسؤولين في الحزب التقدم الاشتراكي وأيضا هناك تواصل بطريقة غير مباشرة من الوزير السابق ويأموهاب على خلفية إنهاء ذيول أحداث البساتين وتسليم المتهم من قبل حزب الديمقراطي بأحداث شويفات أمين السوقي مقابل إفراج عن آخرين وتسليم آخرين لذلك الأمور في لمساتها الأخيرة حول هذه الأحداث والحج وفيق صفا يتولى هذه المسألة حصل اللقاء بوقت سابق كانوا نفيض أقل نفيض الحزب الاشتراكي حصل وله ارتباط بأحداث البساتين حيث هناك متابعة لها بانتظار أن يعود وقد يكون عادة القاضي المولج بهذه القضية لإنهاء ذيول هذا الحارق تسليم أمين السوقي والأفراج عن آخرين وتسليم البعض وإجراء المصلحات هذه المعلومات مؤكدة لن أقول شبه مؤكدة بل مؤكدة السيد حسين أيوبي وأن أيت بقول اليوم أنه من المبالغة اليوم القول أنه كل هذه الأمور أنه مرتبطة بسواء الردارات أو غير الردارات واستشعر اليوم اتفاق النووي الإيراني بين الأمريكيين وإيران أنه اليوم وليد جملاته مسكون بالقلاق ومسألة الهم الأساسي هو التوريث توريث آمن لنجلي طيمور جملات فبالتالي هون هو التحدي الأساسي توافع على هذا الموضوع أنا لا أرى أن هناك ردارات وعنطنات لا عند وريد جملات ولا عند سواء هو الدليل انهيار البلد ألم يلتقط أحد أن البلد ينهار ليس هناك من بلد الدولة حللت الدولة تفككت كل الأحزاب والقوى السياسية مجتمعة أوصلوا البلد إلى هذا الدرك إلى هذا الانهيار الجميع إذا حمل المسؤولية لن أستثني أحدا مع فارق التفاوت بين من سلق مليار وبين من سلق عشر مليار الجميع مسؤول عما وصلنا إليه وبالتالي لم لا أحد التقطة أو هذه الدبذبات أكان وريجن بلاط أو سواء قد يكون تسليم آمن لنجله تيمور رئاسة الحزب التقدم الاشتراكي وتنظيف الحزب وإجراء إصلاحات من الفساد خصوصا أن البعض الذي تولى مسؤوليات أوصلنا إلى ما وصلنا إليه وهذا لم يسبق أن حسر أيام كما الجملات وصولنا اليوم لذلك قد يكون خلفية ترتبط بهذه المسألة إنما أيضا هناك تنظيم خلاف حقيقي لأجل إرساء الاستقرار في الجبل والساحل أضف إلى عوامل أخرى أن يكون هناك توافق على اسم رئيس الجمهورية كي لا يحصل ما حصل مع الرئيس مشاهد حسلك عن رئيس الجمهورية إذا هذا اليوم حسم أو رجح الكفة اليوم بالانتخابات الرئاسية قبل بدأ هذا الاستحقاق لكن تحدثت عن مسألة الانتخابات أيضا قيل بالمعلومات أنه كان حتى حزب الله يتفهم هذا الخطاب عالي اللهجي قبل الانتخابات وبعض يذهب أبعد من ذلك إلى القول أنه كان فيه نوعا ما يعني الاتفاق تحت الطاول لأنه يتفهمون اليوم الجميع خدم جمهور ومحاذبين كل القوى بالانتخابات تخدع جمهورا أنه نحن محشورين نحن مزموكين في غرفة عمليات سورية وفي حزب الله هاجم على الجبل وبدو يحجم المختارة وكل هذا أكيد بالنهاية الخطاب الانتخابي يعتبر خطاب مشروعا كل الأطراف يعني كل الأطراف تفتح ملفات ونبش دفاطر الماضي وتأجيج السرعات الطائفية والمذهبية وصولا إلى الاحتقان السياسي والمذهبي والطائفي وبالتالي ذلك قد يؤدي في مراحل معينة إلى صدامات في الشارع لكن المحاذبين لا يتفهمون ذلك قبل الانتخابات سيأكلونا وبعد الانتخابات نعود كلنا على نص الطاول مئة بالمئة للأسف هذا ما وصلنا إلى اليوم أين طيار العتمة؟ بالأمس لتقى رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط في المختارة لمرتين متتاليتين بالنائب غسان عطالة بأمتين؟ منذ أسبوعين التقى لمرتين متتاليتين ولا ننسى أن غسان عطالة قد يكون نائب عوني ويعتبر النائب الشرس الذي يهاجم المختارة والحزب التقدم الاشتراكي وهناك إذا كان هناك من أدوار بس يقولوا اليوم مصادر الحزب الاشتراك أن هذا التنسيق أو اللقاءات هي من أجل فقط مسألة الجبل وعدم العودة إلى الماضي هذا اللقاء وصفه وقال جنبلاط أنه هذا اللقاء لتنفيس الاحتقان وخصوصا أن غسان عطالة جر المختارة هو من بلدة بطمي الشوفية وبالتالي نائب يجب التنسيق معه لكن للملفات الكبيرة مثلا أن تصل لحل تنسيق بين رئيس الجمهورية وعلى المستوى الوطني هناك النائب الدكتور فريد البستاني الذي سبقه ونلعب هذا الدور وجمع جنبلاط مع رئيس الجمهورية ميشيل عون قد يلعب هذا الدور لاحقا لكن حصر هذا الأمر بأن النائب غسان عطالة قريب للنائب جبران باسيل وبالتالي هو جار جنبلاط في المختارة هكذا قال جنبلاط إنما قبل الانتخابات كانت هناك حملات وطيار العطمة وصوى ذلك من الطرفين مما نجعل الانتخابات أنه قد يكون الخطاب بالانتخابات خطاب مشروع لكن بات مستهلكا وأدى إلى ما أدى إليه من رفع منصوب التوتر ردى المحازمين ردى الأنصار لنأتي اليوم إلى مرحلة بدأت فيها المعلومات كل يوم اللقاء أين سيحصل هذا اللقاء هل سيكون زيارة من الحاج وفيق صفة رئيس وحدة الارتباط بحزب الله إلى النائب السابق وليد جنبلاط أم سيحصل العكس سيحصل زيارة إلى حار تحريك يعني من قبل يقال أن اللقاء يتخطى الحاج وفيق صفة إلى المعاون السياسي حاج حسين خليل نعم قد يحصل في كليمونسو باعتقادي باعتقادي سياسيا قد يخسر جنبلاط إذا ذهب إلى حار تحريك يعني بالشكل مهم بالشكل يعني بروتوكوليا أنا أعتقد سيحصل في كليمونسو ولاحقا ربما ربما يزور الضحية يعني ليس هناك من مفاجآت لدى جنبلاط هذا السؤال هل هو تمهيد اليوم هذا الموضوع سيقف عند حد هذا التنسيق كما حصل بوقت سابق كان تنسيق وليجين أم سيتخطى الموضوع إلى أن نشهد يعني تتويج لهذه أنا أعطافي بلقاء بين الرجلين بين السيد نصر الله والسيد وليجين أنا برأيي ابن أبو بكر اللقاء مع السيد نصر الله لا ننسى أن هناك عامل وظروف تتحكم بجنبلاط لا يمكن تخطيها أولا علاقته بالمنبك العربية السعودية قد تكون تدريجية قد تكون علاقة وليجينبلاط بالمنبك العربية السعودية علاقة وليجينبلاط بدول الخليج ونرى اليوم كيف العلاقة بين الرياض وبين حزب الله وتدخل حزب الله باليمن إلى ما هناك من حملات من حزب الله على السعودية لكن قد يحصل اللقاء أن أعطافة وليجينبلاط ليست مستغربة قد تليها أن أعطافها على منصوب مرتفع دوز أكبر لكن ذلك رهن اللقاء الأول ما سيسفر عنه إنما معلوماتي أن اللقاء سيتخطى تنظيم الخلاف وحداث البساتين إلى بحث الاستحقاق الرئاسي والملفات الأساسية في البلد خوفا كما تقول أوصال جنبلاط من وصول الأمور إلى أبعد ما هو من ذلك اليوم ترجمة نانسي قنقر